بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرش ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رجع ما بعد رضى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ألي بيتي وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إنه يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضرتكم في محاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم ونستعمل مع بعض الكربوهيدريت ميتابوليزم أو عمليات الأيد الكربوهيدريت سواء البناء أو الهدم ونتكلم على واحدة من المحاضرات بعد ما تكلمنا عن الجلايكولس والتحالل السكري إلى آخر وبنتكلم على البنتوز فوسفيد باثوي اللي هو المصار اللي خاص بالسكر الخماسي بنبدأ المحاضرة بتاعتنا بالتسميات البديلة لهذا المصار فبتسمى بنتوز شنط كلمة شنط يا طبعا كلمة سايكل مش دقيقة لكن حنقول أوكي ما فيش مشكلة تفريعة تحويلة مصار بديل إلى آخره أو بيسموها بنتوز فوسفيد باثوي أو الفوسفو جلوكوكونيت باثوي عشان المركب جلوكونيك أسد أو جلوكونيت حيكون موجود في الدورة أو الهكسوس مونوكو سفيد باثوي أو شنط باثوي طيب التسميات دي المختلفة عشان لو حدي فينا وفي تسميات أخرى أعتقد موجودة ببعض المراجع لكن دي الأشهر فيها عشان لو حدي فينا شاف أي اسم من دول فهو يبتعني نفس الشيء المراجع الحقيقة اللي بنتكلم فيها مراجع كثير جدا دي من أشهر الكتب الحقيقة اللي ممكن بنرجع لها وكتب قيمة جدا النسخ بتاعتها الحديثة أو النسخ الأخيرة يعني كل واحد من دول من المراجع دول أو العلماء اللي موجودين أو الكتاب اللي موجودين اللي هم عملوا المراجع دي بيتناول الموضوعات من وجهة نظره طبعا مش من وجهة نظره يعني كل واحد عمل حاجة مختلفة لا أنا أقصد طريقة العرض التناول وطريقة العرض وكده فيه حاجة هتلاقيها معظمها صور حاجة معظمها كلام واحد واخد اندي تيلز أو ياخد التفاصيل التفاصيل اللي بيتكلم بقى بكيميا كيميا إلى آخر هذه الأمور فدي معظم المراجع يعني هيتو قدام حضراتكم اللي حب يرجع لأي واحد فيها وناخد نظرة على اندي تيلز أو التفاصيل بتاعة الباثوي اللي هو البنتوز فسفيد باثوي محتاجين نجاوب على أسئلة مهمة جدا السؤال الأولاني يعني ايه اللي بتقدمه البنتوز شنطي دي او البنتوز فسفيد باثوي اللي بتقدمه الخلية نحن قلنا ده شكل من أشكال تكسير او هدم الكاربوهايدريت للحصول على طاقة طب ما عندنا الجلايكوليس لا الحقيقة ده بتحصل البنتوز دي في بعض الأنسجة وبعض الخلية بتحصل في حاجاتك كتير جدا لكن كهي كبديل امتى بيحصل البنتوز وبينسيب الجلايكوليس الجلايكوليس بيحصل على طول لكن أحيانا محتاجين وسيلة أخرى أو طريقة أخرى لأسباب معينة حتشوفها دلوقتي الجوز الأولاني انه بتحصل طبعا واضح انها بتحصل على جوزئين أو شققين من الخطوات مجموعة من الخطوات الجوز الأولاني هو بتسميه أو المرحلة التأكسود ده بيعمل جينيريشن أو إنتاج أو بريديوس أو بروداكشن للناد بي اتش طب وإن مهمة في الناد بي اتش ده لا مهمة جدا ده يعني لو فيه اكسوجين ناشط بيطلع عشان ما يأكسدش الخلايا فبنعمله حاجة يسميها ازالة السمية يبقى الناد بي اتش ليها كام وظيفة يا جماعة الخير ليها وظفتين زي ما احنا شايفين اهو يبقى الناد بي اتش ليه وظفتين الجوز الأولاني اللي هو بايو سنتي باسوي محتاجين الناد بي اتش الحاجة التانية عمية الديتوكسفكيشن ده بالنسبة للتفاعلات الناد اتش اللي هي التحولات ما بين سكر ثلاثي الكربون لرباعي لخماسي لسداسي لسباعي الانواع المختلفة دي من الكربون خلاص دي بيحصل دي عبارة عن ودي مونو ساكرايدز عشان تنتج لي في الاخر اهم حاجة اللي هو ريبوس فايف فوسفيد سكر خماسي موجود في فوسفيد فالكربون رقم 5 طب ليه ده مهم لان عشان النيوكلتايد خاصة بالDNA والRNA الى اخر هزي الامور في حالة الانقسامات الخلية اه ومش بس كده ده ممكن كمان يرجع لي من السكر الخماسي ده يرجع لي جلوكوز 6 فوسفيد عشان يحافظ على عامية النات دي عشان يرجع لي على قطوة الاوانية مرة تان يبقى اذا اهم مركبين حيطلعوا النات بي اتش والريبوس 5 فوسفيد هنشوف الكلام ده بقى مع بعض كده اهمية كل واحد فيهم النات بي اتش زي ما احنا قلنا في عامية التصنيع مش احنا قلنا عامية التصنيع زي مين زي الفاتي اسيد بايوثينسيز زي الكوليسترول زي النيو ترانسوميتر اللي هو المناقلات العصبية او النيوكليتايد في عندنا ديتوكسيفيكيشن نيوكليتايد يعني مشتركة معها زي الريبوس 5 فوسفيد ايوه اللي هو المركب الثاني ازاية السمية زي دا في خلايا الدم الحمراء الى اخره مش هنقص في تفاصيل اللقيقة الحقيقة لكن هو بيعمل ديتوكسيفيكيشن سواء للجلوتافيون المؤكسد او اللي هو الانزيم الخاص دا يعني يبقى دا فايدة الناد بي اتش بالنسبة للسكر الخماسي الحقيقة هنلاقي هنلاقي بقى تكوين استيرويد دا بيحصل في الادرينال جلند الادرينال او الليبر في الكبد الفاتي اسد والكوليسترول او في التستس عشان استيرويد او الفاتي اسد او استيرويد او فاتي اسد زي ما هشايفين دول وحسب النسيج اللي بنشترك فيه بقى الادرينال الجلاند الليبر التستس اللي هي خلايات دهنية المبيض المامري الجلاند الى اخر او خلايات دم الحمر مش هنخوش برضو في تفاصيل احنا بس بنذكر ايه امثلة سريعة جدا المعادلة الاساسية او الجزئين اللي هو السؤال التاني what is the overall net reaction of the bentoze pathway ايه المعادلة القلاصة المعادلة او المعادلة النهائية للبنتوس pathway احنا قلنا لها جزئين oxidative اللي هو عبارة عم بنبدأ بجولوكوس سكر سوداسي الكربون وفيه فوسفاتة في الرقم ستة بياخد اتناشر جزئ نات بي موجب اهو positive خلي بالكم دول ستة جزئيقات ها فبياخد ستة جزئيقات ماء هنا اخد اتناشر معناها انه كل واحد من دول حيبقى محتاج اتنين من ده المهم فبيحصل عندي بيتكون ستة ريبيولوس فايف فوسفيت ده سكر خماسي وحنشوف المركبات دلوقتي وبيديني اتناشر نات بي اتش زائد اتناشر بروتون بروتون يعني هيدروجين عليه موجب يعني ايه يعني نقص ايه الكترونة وستة سائف سيد الكربون يبقى كأننا كسرنا ستة كربون دول اللي هنا فكناهم من بعض اهو الى اخذ هذه الامور يبقى احنا في كربون بتنقص من هنا يبقى حولنا من 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 سكر سوداسي الى سكر خماسي نقصت كربون راحت فين هتروح هنا هنا ستة جزيئات لما كل جزيئ عشي منه كربون هيديني ستة ساوس بالكربون اهم حاجة عندي المركب ده الجزء النون اكسيداتف اللي هو بدينا سكر خماسي بقى بتاع نيوكليتايد اه ده بيحصل على خطوتين هو ده نون اكسيداتف الخطوة الاونية اللي طلع ده سكر خماسي بتحول لسكر رباعي سكر سوداسي اربع جزيئات منه خلاص في الكربون رقم ستة بس ده فراكتوزا زائد اتنين جديد سردهاي ده سكر ايه ثلاثي اللي حنشوف هدواتي ونحسبها مع بعض بس اللي عايز يحسبها ده سكر خماسي في ستة جزيئات منه يعني كام كربون ستة في خمسة بتلاتين صح كده طيب هنا ده سكر سوداسي كام واحدة اربعة اربعة في ستة باربعة وعشرين وهنا ده ثلاثي اتنين من ابو تلاتة يعني تلاتة في اتنين بستة ستة واربعة وعشرين تلاتين اللي هم هنا يعني اعيد توزيحهم بس مرة تانية طيب الفراكتوس ده بقى في خطوة تانية هياخد الاتنين سكراء الاتنين جلس رضاية دول ويرجع يكوني خمس جلقات من جلوغوز سكس فوسفيت اللي احنا بدأنا به هنا بالشكل ده كده المعادلة هي لما نجمع التلاتة دول مع بعض حيطلع من جلوغوز سكس فوسفيت مع اتناشر بي بوزيتف وستة مية بيدين اتناشر نات بي اتش ده اللي انا محتاجه خلاص واتناشر بروتون وستة ثانية اوكسيد الكربون نيجي بعد كده بنتكلم على البنتوس فوسفيت باثوي الوظيفة بتاعتها اللي احنا قلنا عليها بتكون النات بي اتش عشان العملات التخليق والتصنيع والسكر الخماس اللي لازم ندي ما بتحصل فين في كل معظم الخلايا ودي لها ارتباط بخلايا بمعادلات او دورات والجلايكوجين من خلال اللي هو اساس في هذه الدورة بتشارك بعض الانزيمات مع قلنا انها بتخش في عمل بتاعها او التنظيم بيتم عن طريق حاجتين يعني النسبة بين الاتنين دول لو زادت حيعمل للدورة دي او الشنط ما هو بينتجها طب لو تكدست عنده كتير بقلاصقف فمش محتاج ان هو يحصل عشان ده حاجة بالمنطق ده يعني يعني واحد بيصنع سيارات طب السيارات اللي لو صنعها عمها تتكو جوه المصطح تتكو 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 هيوقف الانتاج انما النات بي بوزتف لو هي اللي اكتر معناها ان فيه نقص في النت بي اتش ما هل اتنين دور واحد يزيد واحد يقل لانه ما بيهم من بعض فبالتالي زيادة ده معناها ده مش موجود يبقى ده حيعمل تنشيط للدور الى اخر هذيه الامور وطبعا تركيز جوليكو سيكس فوسفيت العالي بيعمل اكتيفيشن لان ده ليه لان ده يعني المادة اللي عم نبدأ بيها نبدأ مع بعض بقى بالخطوتين ده يعني المعادلة كلها بالشكل ده كده بنبدأ بالاكسيديت الفيز اللي هي بتديني السكر الخماسي الجزء ده اللي هو بنسميه ايه اكسيديت فيه اكسادة وده الانزيم اللي بيشتغل معنا اللي هو نزع الهيدروجين خلاص وبيطلع عندي بينزعوا ينزعوا من مين الهيدروجين اللي هيطلع ده اهو بدلا ما دي بقى دي بوزيطيب بقت النات بي اتش ودي سين اكسيديت كربون عشان كده ده ناقص من ستة كربون الى خمسة كربون من اول هنا بقى دي النون اكسيديت الفيز اللي هي بتحصل في الخطوات دي كلها خلاص بيبتدي حنشوفها بالتفصيل مع بعض ادي الخطوة الاولانية هي اللي هي جلوكوس سيكس فوسفيت بيتحول لريبيولوس فاير فوسفيت ودي عملية تصنيعية بايو ثين سيس باثوي ده الاكسيديت وده بيصنع ال اي النات بي اتش ادي الخطوات التفصيلية مش هنقف عنها كتير عشان دي كميا كميا بقى لكن هنقولها بسرعة ده جلوكوس بالشكل ده كده نلكز مع بعض على الجزء ده هنا طبعا نقل بزاوية من دي فيها الكربونا ادي 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 ايه ايه اللي حصل بصوا هنا ركزوا معنا في الجزء ده ايه اللي حصل بقى او بس معناها ان ال ادش دي خرجوا راحوا فين اهم واحدة فيهم راحت الهيدروجينا الهيدروجينا اللي هنا خده منها الكترون بديت عدلت فبقت بروتون طب والهيدروجينا التانية ده اختلت كملت هنا ده ده وهنا حسب الطاقة اللي موجودة فيها نيجي المركب ده بقى اللي هو اسمه ايه بقى لما بقى شننا هنا وبقى ده ينضب البندقه سيكس فوسفو جلوكو ها ايوا لكتون طب هنا عشان كده اسمه ايه لكتونيز بندخل الميا بالشكل ده كده المركب ده للتسهيل بيتفك من المركب الحلقي الى المركب الايه المفروض بالشكل ده اللي هو ده عشان كده احنا قلنا ايه سعب تسمى الشنط دي بالاسم ده واصبح عندي الكربونة اللي هنا اهي فوق اهي رقم واحد بقى الكربونة اللي فيها اهي هنا فيه او الكربونة دي ما هي الكربونة دي مسكة اكسوجينة هنا واكسوجينة هنا اكسوجينة دي اهي. ودي اهي. كأننا نح كسرنا منين? كسرنا من هنا. طيب. وعشان كده دي بقت اخر واحدة تحت. هنا بالشكل ده كده. وحنلاحظ ان هنا فيه اشارة سالبة اتنين الالكترون موجودين هنا. وبنيجي بعد كده الستيكس فوسفو جلوكونين دي هيدروجينيز بننزع منه الهيدروجين فيبتدي يحصل ايه? اه بيتكون عندي بيتكاسر. فين سيفسدي الكربون اللي هنا فين? اهو. اللي هو ده. طبعا المركب ده لما ستة كربون لما منقص منه واحدة يتبقى خمس اللي هما دول اللي هما ريبيولوس في الفوسفيت. الكلام ده ممكن بتشوف تفصيلين بقى ادي الجلوكوستيكس فوسفيت ادي الهيدروجينة اهي. ودي الهيدروجينة التانية. اهم حيروحوا هنا. وبعدين بعد كده بنكسر من هنا عشان الاكسوجين ده يبقى مفروض بالشكل ده. ده اللي احنا لسه شرحينه دلوقتي. طبعا هنا فيه واحاجات زيادة بقى اللي هو العناصر بتبقى موجودة الاخير ومش حنوقف عندها كتير. الجلوكوستيكس فوسفيت بالشكل ده. الجلوكونيت اللي هو الخطوة اللي فاتت. اهي الجلوكونيكسيكس فوسفيت بالشكل ده هنا كده. اهو. ده مركب كام؟ سوداسي الكربون. احنا سلنا حاوله الخماسي. يبقى هنا ده الجزء ده هيطلع هنا. ادي ساكسي الكربون. طيب. والهيدروجينة دي هي راحت على النادي هنا عشان تدخل هنا. طب والهيدروجينة التانية طبعا عطت اكترون عشان عادل دي. وبقت موجودة بالشكل ده. عشان كده بنكتب ناد بي اتش زائد بروتون. المهم هو قادر المركب الخماسي بتاعنا. بنجي بعد كده بنشوف بقى النار اكسيداتف اللي هو الجزء اللي هنا. حنلاقي بيبدأ منين. ربيولوس فاي فوسفيت ده سكر خماسي. بيشتغل فيه انزيمين اتنين. لو الانزيم ده هو اللي اشتغل اللي هو ربيولوس فاي فوسفيت. اي بي اه اه اي بي اميريز فبيحولوا زايلوز او زايلولوز فاي فوسفيت. زايلولوز فاي فوسفيت. طب لو الايزو ميريز مش الابي ميريز بيتحول لريبوس فاي فوسفيت وده المهم بالنسبة لنا. يعني الجزء تاني ده من الدورة اهم حاجة فيه الجزء ده. ليه? ازي خلنا احنا عايزين نيصنع النيوكليطايد. يبقى ازا الانزيم ده هيشتغل. ايه اللي بتحكم في الانزيمين دول? لو الخلية نشطة ومحتاجة النيوكليطايد. يبقى الانزيم ده هو اللي هيشتغل يبقى معظم الخماسي ده. حيروح هنا في تكوين الريبوس عشان يديني نيوكليطايد. طيب. اللي اتنين بيشتغلوا. ده هيتكون وده هيتكون. طب ايه اللي يحصل? اللي اتنين دول ده خمسة كربون وده خمسة كربون. بيتحدهم مع بعض هما اللي اتنين عن طريق الترانسو كي توليز. الانزيم ده بيشيل خاص او مخصوص انه ينقص اتنين كربون. بين مش بينقص بين الاتنين كربون من مركب الى اخر. هياخد اتنين كربون من ده دول خمسة. فيبقى يتبقى عندي تلاتة. اللي هو جليسرالضايت ثري فوسفين. طب والاتنين التنين هيروحوا فين? المركب الاخر. يبقى سبعة. خمسة واتنين سبعة. سيدو هيبتيولوز. سيفن فوسفين. يبقى ادي سكرات خماسية واحد سلاسي وادس وباعي. الاتنين دول يعاد اتحادهم مرة تانية وتقسمهم بس بانزيم اخر. ده كيتوليز خاص بالاتنين كربون. طب والالدوليز خاص بنقل تلاتة اهو ترانسوالدوليز. خلاص? بيعمل بيشتغل على التلاتة كربون اللي هو المركب ده. بيعمل في ايه? جاب له واحدة من السبعة. يبقى واحدة من السبعة على التلاتة. اعطاني سكر ايه? ويتبقى هنا سوداسي اللي هو الفاركتوس سيفوسفيت. المركب الرواعي ده بالشكل ده. يرجع ياخد من هنا. ده خمسة. وده اربعة يبقى كام تسعة. اللي هو زي الاولاني. بيشتغل على اتنين كربون بس. اه. هياخد من اتنين كربون. زي ما عمل هنا. ما ترانسو كيزو توليز ده عمل ايه? خد من ده اتنين وادهم لهنا. خليهم لي تلاتة. هيعيد نفس الكلام. ياخد من ده اتنين يخليهم لي تلاتة. طب والاتنين راحوا فين? للسكر الرباعي. بقى سكر سوداسي. الفاركتوس سيفوسفيت. يعني الفاركتوس سيفوسفيت. يعني ما جيب من الخطوة دي? يا امام الخطوة دي. والانزيم اللي كونه ايه? هنا بس هنا كي توليز. ليه? لان ام جاي واخد واحدة بس حطها على على التلاتة. وهنا اخد اتنين حطهم على ده. طيب. ايه اللي بيحصل? الفاركتوس سيفوسفيت. ده سكر سوداسي وده ثلاثي. الاتنين ممكن يتحدهم مع بعض عن طريق هذا الانزيم ويروحوا في دورات بقى مختلفة تانية. او ان الفاركتوس سيفوسفيت سواء اللي هنا او اللي هنا يروح لفين يديني جولوكوس سيفوسفيت. عن طريق فوسفوجولوكوز ايزوميريز ما اللي трين دول? ايزومار. اللي هو الجولوكوس سيفوسفيت والفاركتوسيد ايزومار. شبيهين يعني. الجولوكوس سيفوسفيت اللي هنا ده بقى. احكيته فيحصل حاجة من اللي اتنين. هيحصل حاجة من اللي اتنين. ازا كان المطلوب للخلية ناد بي اتش نقصت من فوق من الخطوة اللي فوق فيلحقها مين؟ هنا الجولوكوس سيفوسفيت يروح يرجع دنيا عشان يكون للدورة اللي فاتت. يرجع ما فوق الخطوة الاكسيدياتف. طب لو اللي محتاجينه اي تي بي مباشرة مش نات بي اتش. يبقى حيتوجه اجده. حيروح لفين عن طريق الجريكولوسس والاي تي بي. ادي ملخص الدورة بتاعتنا. طب نشوف الخطوة اللي بعد كده. يبقى احنا كنا شفنا بقى ادر ريبيولوس فاي فوسفيتة الخماسي بالشكل ده كده. لو اشتغل عليه بيديني زايلولوس فاي فوسفيتة. لو اشتغل عليه الكيتو ايزوميليز بيديني ريبيوس فاي فوسفيتة اللي بيروح اللي ايه? للدينية والار انيين. او الابيميليز بيديني زايلولوس بادر بيولوس فاي فوسفيتة. كل ده ده دغير في المراكبات كيميائية. الترانس كيتوليز بيعمل ايه? بيشتغل على اتنين كربون. ياخد من الخمسة دي اتنين كربون فيتبقى تلاتة. هيوديهم فين? يديهم من الخمسة ده. يخلهم ليه سبعة. طيب ادي سبعة والتلاتة عشرة يرجع يشتغل الترانسالدوليز. يعمل ايه? بياخد واحد من هنا عشان يديني التلاتة. يديني. طبعا كان مفضة ييجي هنا وده ييجي هنا. لكن ما علينا. اللي هياخد من هنا واحد تلاتة يديني رباعي. اهو. طيب وده يبقى ستة اهو. طيب. الرباعي ده ممكن يرجع ياخد الزايلولوس. ما هو الزايلولوس اللي هنا ده جماعة زي وزايل هنا. اهو. هو هو. بس كتبناه في النحة التانية عشان نسهل عمية رسمة الدورة يعني. الخمسة دول. هياخدوا ده الفلكسفوسفيد. بالشكل ده. طب والدي فلكسفوسفيد. قلنا الفلكسفوسفيد دة لو اشتغل عليه الانزيم ده. هيديني تلتيني جلوكوس 이게بقى سيكسي فوسفيد. ابقى بسي ارجع لي الجلوكوس سيكسي فوسفيد. طب وهارتك هنا قول. طيب والخمسة الده. لو بيشتغل في دورة معينة او بطريقة معينة. ده بيمثل كان بياس جايا يعني محتاجين اتنين من ده. عشان يرجع يديني الجوليكوس 6 فوسفيد كأن في النهاية خالص السكرات الخماسية دي كلها هيرجع لي تاني في النهاية عشان يديني مين ادي الريبيولوس 5 فوسفيد انا بشرحها بكذا طريقة او كذا شكل عشان اللي ما استوعبهاش في مرة حيشوفها في المرة التانية هنا دي مبسطة شوية بدون دول بقى التفاصيل يعني لكن ادي السكر الخماسي اهو اللي هو ربيولوس 5 فوسفيد ممكن يديني رايبوس 5 فوسفيد ده اللي بيروح ممكن يديه ايه والاري ايه او يتحول ليه زايلولوس 5 فوسفيد بالشكل ده الانزيم اللي هنا والانزيم اللي هنا بتفرق حسب الشغل يعني لو التغيير اللي حصل هنا هيديني الريبيولوس لو التغيير اللي حصل هنا الاو ايتش هتيجي الناحية التانية هيديني زايلوليز ده خمسة كربون وده خمسة ادي عشرة يرجعوا يتقسموا تاني لسبعة وثلاثة طب سبعة وثلاثة كام عشرة يرجعوا يتقسموا تاني لاربعة وستة برضو هم العشرة ويرجع بعد كده يكملوا بقية الدورة بتاعتهم الى اخير نق要 خطوة و خطوة 50 Latam 50 Latam 90 Latam 60 Latam 200 Latam 210 50 Latam 70 Latam 50 Latam ضايل. بالشكل ده كده. وطبعا هنا رايح جاي اه? وده الخطوة اللي بعد كده السبعة اللي احنا كنا بنتكلم عليه والتلاتة اللي احنا انتهينا عابلهم في الخطوة اللي فاتة. سبعة وتلاتة. هنرجع نعيد ايه? ترتبهم مرة تاني. هنعمل ايه يا جماعة الخير? سبعة وتلاتة. هنيجي السباعي ده. هيكتفي باربعة كربون هنا. والتلاتة الدول يروحوا على التلاتة دول. يديني السوداسي. اللي هو الفرطوس. نيجي بعد كده. الرباعي اللي فات الخطوة دي. الرباعي اللي هو ده. الرباعي اللي هو ده. هيجي ياخد واحد من الزايلولوس في الفوسفيت الاولاني اللي احنا بدأنا به. خمسة واربعة تسعة. يعاد ترتبهم مرة تانية. فيديني الفراكتوز. اهي. اللي هنا دي راحت هنا. اهو بالشكل ده كده. هنا بقى بيفصر بنفسر ليه? بقولك. لو احنا محتاجين الناد دي اتش هنا. اللي يحصل. اللي يحصل ان الفراكتوز. احنا كده كده انتهينا في كل الحلات لفراكتوز سكسي فوسفيت. يروح من إيه? يكون لسكسي بسكسي فوسفيت عشان يروح يرجع تانيتش بقى. ما وجلوكوس سكسي فوسفيت. او. ما يكملش بقى الجلائي كولسيز لأ. يرجع تاني من الاول عشان ينتج للناد دي اتش اللي احنا محتاجينه هنا.eon الفراكتوز سكسي فوسفيت اللي اتنين دول سيرضعين. امتى لو حصل نقص في النات بي اتش يبقى لازم اروح لبدأ م الاول عشان يديني النات بي اتش يهان لو حصل ان اليت بي هاي اللي احنا عايزينها يبقى غولوكوس 6 يبقى فرق توز الاثنين دول حيديني غولوكوس ايوة بس مش حيمش بقى للاتجاه ده ام اللي حيروح فين لأ لجلاء كولسز عشان يديني ات بي يبقى ازا المصار matelabin لفق ده في حالة نقص النات بي اتش عشان اكويني النات بي اتش يبقى الحلالة الوحيدة اللي مش هترجعني فوق هنا لو انا محتاج ايه ايه اي تي بي يبقى اروح على الجلايكوليسيز على طول بالشكل ده اهو التحكم في الدورة دي زي ما احنا قلنا بناءنا على نسبة النات بي بوزيتف والنات بي اه نت بي اتش النات بي لما يكون كتير شيء طبيعي احنا قلنا لو ده زادي ده زي ما هيبقى ده ناقص ده كون ان ده كتير معنى ده ناقص ما هو بيجوا من بعض ده زيادة فبيحولي هاي نات بي بوزيتف فإنه يحصل الانزيم ده هو اللي ينشط لما ده يزيد ينشط الانزيم ده فبالتالي ما يخليش الجلايكوليسيز يروح لالجلايكوليسيز الخطر فيعه لا ده المعظم في جزء حيروح لكن المعظم حيروح للبنتوس باطوي فيكون النات بي اتش لما دي تكتر اوي 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 يعني تتكون بالشكل ده كتير الهاي نات بي اتش توقف للانزيم ده اللي هو اشتغل هنا فاتونجايا دي توقف يبقى موك تبقى قليلة جدا المعظم يروح فين للجلايكوليسيز يبقى كأنها سويتش اون وقف يعني يفتح بيفتح ويقف الحنفية تحويله من التفريعة دي للتفريعة دي يروح هنا امتى لو النات بي بوزيتف كتير طب الترحة التانية هي اللي زيد امتى لو النات بي اتش هي ايه اللي كتير الانزيمات اللي بتتحكم في احنا شوفنا النات بي اتش هوا اللي بتحكم طب والانزيمات اه في عندنا جوليكول سيكسي فوسفيتر هو الاولاني خالص ده اللي بتحكم احاوله الاول خطوة اللي هي الخطوة الاولانية زائد في انزيمين تانيين مهمين اللي هما ترانس كيتوليز و ترانس ألدوليز اللي هما بياخدوا الكربون واحد فيهم متخصص بيشتغل على الكربونات الثنائية والتاني بيعمل ايه ناقل اللي هو الجزء الثلاثي او الكربونات الثلاثية زي ما احنا شوفنا في التفاعلات بكده بنكون استكملنا البنتوز شنط او المصار بتاع السكر الخماسي خلاصة ان احنا كوننا النات بي اتش عشان الديتوكسيفيكيشن ازالة سمية او الحاجات اللي بتحديك تصنيعه ومحتاج الهيدروجين او الاكترونات زي تصنيع الدهون زي اه تصنيع والسكر طبعا الحاجة التانية السكر الخماسي عشان لو احنا بنصنع الدي ايه والار ايه ان كنت اصطف من الله وان كنت اخطأت او نسيت شيئا فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم لا تجعل في هذا العمل رياء ولا سمعة امين 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 وإلى ان نلتقي في فيديو اخر من فيديوهات تبسيط العلوم اترككم في رعاية الله وامان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته